الملك حمد بن عيسى الخليفة والثلاثين والذي تنظيمه وزارة الحرس الوطني سنويا تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين في منطقة الجنادرية وقد سلم الرسالة إلى جلالة الملك المفدى سعادة الدكتور عبدالله بن عبد الملك آل الشيخ سفير المملكة العربية السعودية لدى مملكة البحرين خلال استقبال جلالته له في قصر الاسخير هذا اليوم وخلال اللقاء عرب صاحب الجلالة عن شكره وتقديره لأخيه خادم الحرمين الشريفين حفظه الله ورعاه على هذه الدعوة الكريمة والتي تعكس عمق العلاقات الأخوية الراسقة الراسخة التي تجمع البلدين الشقيقين مؤكدا اعتزازه بالمستوى المتميز الذي وصلت ليه هذه العلاقات التاريخية في المجالات كافة بما يعود بالخير والمنفعة على المملكتين وشعبيهما الشقيقين كما أشهد جلالة الملك المفدى بالدور المهم الذي يطلع به مهرجان الجنادرية منذ انطلاقته في الحفاظ على التراث العربي السعودي الأصيل وما يشهده من حضور كبير يشمل العريد من المفكرين والباحثين والمهتمين بالتراث والثقافة ونوه جلالته بالنجاح المتواصل الذي تحققه فعاليات وانشطة المهرجان الثقافي والأدبية والتراثية والفنية المتنوعة والتي تجسد عراقة وأصالة الموروث الشعبي السعودي معربا عن ثمنياته بدوام التوفيق والنجاح لجميع القائمين على هذا المهرجان لما يعكسه من صورة مشرفة للحركة الثقافية في المملكة العربية السعودية الشقيقة اشتركوا في القناة